تاركة ثقيلة من سوء الخدمات وترد الواقع المعيشي للمواطن العراقي على جميع المستويات ورثتها حكومة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي الذي وعد حين تكليفه بالمنصب بإحداث التغيير وتحقيق الإصلاحات التي لم يتسنى إنجازها من قبل حكومة سلفه حيدر لعبادي من خلال برنامج حكومي صوت عليه داخل البرلمان في جلسة منح الثقة رغم عدم اكتمال الكابينة الوزارية وقصر عمر الحكومة الحالية إلا أنها لاقت سيلا من الانتقادات من قبل كتل سياسية وأوساط شعبية التي لم تلمس تحركا حقيقيا إلى الآن أو خطوة أولى نحو تحقيق ما وعد به رئيس الوزراء متهمة إياه بالتقاعس وتعمد التأخر بتحسين الخدمات وإطلاق التعينات الحكومية انتقادات أساسها عدم الرضا على البرنامج الحكومي من جهات برلمانية اعتبرت إياه غير قابل للتطبيق من الناحية المالية وينضوي على مخاطرة كبيرة نسبة لحجم الموازنة العامة التي تعترض برنامج عبد المهدي كونه بحاجة إلى ميزانية ضخمة خاصة به كي يكون بالإمكان تنفيذه منهاج حكومي وفق مدد دستورية يضع رئيس الوزراء على مفترق طرق أما المضي باتجاه تنفيذ مطالب الشعب أو التخلي عن وعوده كليا أو جزئية وبالتالي خلل يحمله المسئولية ويدخل البلاد بأزمة كبيرة مراقبون يرون أن عدم تنفيذ البرنامج الحكومي سيتسبب بمساءلة برلمانية لعاد العبد المهدي واتخاذ قرارات إضافية لاحقة قد تصل إلى حد سحب الثقة من حكومته في حال فشله بإحداث الإصلاحات